أختي رشان عاوز أسأل سؤال كتير مهم عن الفرق بين غوية الشيطان وهوض الله لكن قبل هذا السؤال طيب أنت حكيت عن الهداية وحكيت عن القيادة هداية الله وقيادة الله الله بيقول حياتي لأيه ولوين احنا ابتدينا الحلقة ده هي بالآية الموجودة في إنجلي حن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني تمام وبعد ما تتبعني هعمل معها ايه وأنا أعطيها حياة أبدية تمام ولن تهلك إلى الأبد يعني وعود الله صدقة جدا وأمينة فإذا لما بتكلم عن القيادة وعن الهدية الله بيهديني للحياة الأبدية تمام بيقودني للحياة الأبدية بزر غرضه هدفه الحياة الأبدية من حياتي طبعا يعني حتى ما هو المسيح كلم وقال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع لأنه رحب الباب وواسع الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي الحياة وقاللون هم الذين يجدون فالطريق ضيق لكن هو ايه ماشي معايا يعني مزمور 23 وعشرين بيكلم بيقول الرب رعاية فلا يعوزني شيء إلى مراعا خضر يربطني إلى مياه الراحة يريدنه يرد نفسي يهديني إلى طرق البر من أجل اسمي أنا بمشي وإن صرت في ودي زل الموت لا أخافه شارا لأنك أنت معي إيه ده يعني أنا حياتي معاه هو مصدر الأمان بالنسبة لي أنا حياتي معاه هو مصدر الرعاية بالنسبة لي أنا حياتي معاه هو مصدر الراحة بالنسبة لي هو كل شيء في حياتي لكن أنا وانا ماشي معاه ما ينفعش أن أنا أقول أنه هو علشان أنا ماشي معاك السكة أنا قال أنا منك أنا خايفة أنت هتضلني ولا هتماشيني كويس طب أنا هسمع كلامك ما يمكن أنت هتأخذني تضلني عن طريقك في عدم أمان في العلاقة ما بين كل واحد مسلم وإلهه لو هو في أمان في العلاقة ما بينه وما بين ربنا كمسلم يبقى هو ملوش أي علاقة بالقرآن أو ما يعراش القرآن أو ما يعراش الآية اللي احنا بنجيبها تهيط